مرحبا بك عدنا مرحبا بخوتنا عدنا في البيت شرف أنه نستضيفكم عدنا في البيت مرة أخرى وبيتي مفتوح للجميع لكل الجزائريين والجزائريات اللي نتقسموا معهم الأفكار ونتقسموا معهم البرامج والأهداف ونتناقشوا ونتبدلوا له نتبادل الحديث حول الجزائر وحول مستقبل الجزائر للمرة الثانية يتم الإفراج عنا تختلف عن المرة الأولى والمرة الأولى كانت بعد المحاكمة والحمد لله قاضي الحكم يومها بشجاعة وبجرأة حكم الضميرة وحكم القانون وأعلن براءتي من تهمة المساس بالوحدة الوطنية والإضرار بالمصلحة الوطنية المرة هذه تعسفا وظلما يتم اعتقالي ورفقتها مجموعة من الجزائريين يوم 7 مارس ويتم إيدانا السجن وأتهم مرة أخرى بتهمة المساس بالوحدة الوطنية يعني كان شهر ما بين الإفراج الأول والاعتقال والإداء نقول باللي أولا أنا أرفض كما رفضت وسأظل أرفض أن أتهم من طرف إما التنظيمات الأمنية أو من طرف الأجهزة القضائية بيتهمة المساس بالوحدة الوطنية نحن كل نظالنا وكل أفكارنا وكل حياتنا وكل اجتهاداتنا وكل مساعينا في الثلاث عقود الأخيرة كانت من أجل المحافظة على الوحدة الوطنية ومن أجل بناء جزائر تسع الجميع ويبنيها الجميع للأسف الشديد نظن أنه كانت هناك إرادة لإرجعنا للسجن رفقة غيري من المعتقلين الجزائرية نضحكك شوية وأنا خارج أمس أحد المسؤولين في السجن قال لي أخويا سامير إن شاء الله المرة الأخرى قلت له صراحة يعلمها ربي قلت له لأنه للأسف الشديد القيادة العليا اليوم الفوق أصبحت تضيقه صدرا بتصريحاتنا وتضيقه صدرا بتنقلاتنا ومواقفنا ونضالنا مع أنه كل تصريحاتنا سلمية وكل مواقفنا سلمية وكل تحركاتنا سلمية وداخل الوطن ومع الجزائريين جميعا من مختلف تيارة اللي بناء هذا الوطن فقلت له ما نشعارف هل الإفراج هذا مع الإفراج عن باقي السجناء اقتنعت القيادة الفوق وقتنعت تنظيم الفوق لشاد البلاد أنه الجزائر تسع الجميع بالسماع للجميع وباللي مستعدين هما أنه يسمعوا للجميع بمختلف آراءهم وتوجهاتهم ونحطوا اليد في اليد لبناء هذه الجزائر قلت له إن شاء الله المرة هذه تتسع صزورهم لأنه للأسف شديد هناك تضيق وهناك خنق على الحريات وعلى الإعلام وعلى النشطة فإن شاء الله يا ربي يكونوا اخدوا عبرة ودرس ومشاوه في اتجاه استراتيجية أخرى نحن مستعدين نتعاملوا مع الجميع مع جميع الجزائرين والجزائريات بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم من أجل بناء هذا الوطن أبدأنا ذلك من قبل ونبدأها اليوم مرة أخرى البارح تأسفنا وأسف كبير على عدم خروج باقي المعتقلين نوضح نقطة نحن البارح خرجنا إفراج مؤقت وخرجناش في إطار عفو نحن ما فعلنا نحتوحد لأن العفو يكون عن الأشخاص المحكم عليهم نهائيا نحن ما زلنا مشارعناش فالبارح ما خرجناش في إطار عفو وهذا يبقى نوضحه للناس بالليا وأعفى عليكم الرئيس نحن خرجنا في إطار إفراج تلقائي في انتظار المحاكمة تأسفنا عدم خروج أخونا وصديقنا الإعلامي خالد دررني ونحن في ملف واحد وفي وقائع واحدة إن شاء الله يبرمجوا الإفراج عنه قريبا كما نتمنى وندعو إلى الإفراج على كل المعتقلين السياسيين والمعتقلين النشطة في الحراك وإلى المدوينين وعلى باقي الإعلاميين الذين اعتقلوا بسبب آراء متوجهاتهم السياسية والفكرية والإعلامية يجب مد جسور ثقة ما بين السلطة والشهب يجب إيجاد ضمانات حقيقية أن هناك إرادة لبناء جزائر تسعى الجميع دون إقصاء ودون تمييز ودون رفض للآخر إحنا قلنا كما قال الله عز وجل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إحنا ندعو ديم الجميع إلى كلمة سواء بيننا وبينكم نظن أن الإفراج البال إحنا نعتبره خطوة إيجابية في انتظار خطوات أخرى بالإفراج عن باقي المعتقلين في كل الولايات لن أذكر شخصا دون شخص ولكن نتمنى إفراج عن كل المعتقلين إن شاء الله تقول لي ماذا بعد هذه الخطوة ونقول لك يخرجوا خوتنا وتتحنى فرصة الجروس معهم نسمعوا منهم ويسمعوا منا أنا ربع شر هنا في السجن عندي معطيات ولكن تغيب عندي معطيات أخرى علمت شيئا وغابت عنك أشياء نجلسوا معقولنا كريم طابع عشر شر في السجن نزوروا الولايات مع احترام شروط الوقاية بما أنه هناك منع للتجمعات هناك منع للمسيرات ولكن نجلسوا مع إخواننا نسمعوا منهم ويسمعوا مننا بما يخدم هذا الوطن أنا نظن أنه هناك فرصة لدى أصحاب القرار اليوم لطي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة لا يعقل اليوم بعد سنة غلق كل القنوات الإعلامية نقولوها وبأسف شديد نحن مناش نتحصروا على الزمن الفائت ومناش نتحصروا على أن الشعب نتصر على بوتفليقة والنظام بوتفليقة ولكن الحريات اليوم رأي مقيدة كثير 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 بما كانت عليه وقت رئيس السابق المخلوح نحن لا نتأسف على ذلك الوقت ولكن ذلك الوقت على فساده على تغطرسه على تكبوره على أنه ادى البلاد للواد ولكن كانوا فتحين باب مجال كبير للحريات وكل القنوات كانت تعرض الناس كل بمختلف الطيارات وتبدي آراءها وأفكارها وبرامجها لأنه تبادل الأفكار وتلقحها هو ليبني الوطن أنا نقول باللي النظام إذا كان قوي والنظام إذا كان له برنامج قوي يخرج رجالاته وما يخافش من منشور فيسبوك ما يخافش من منشور فيسبوك يفتح القنوات لكل الجزائرين والجزائريات ويخلي الناس تتوانس فيما بعضها من كل التيارات بها نخرجوا باتفاق مشترك يرضي الأغلبية هو مستحيل ترضي الجميع ولكن على الأقل ترضي الأغلبية الجزائر بحاجة إلى كل أبنائها من كل التيارات إحنا نقولها وقلناها هناك رجال صادقون في الدولة رجال أو فياء في الدولة في كل مؤسسات الدولة كان رجال مخلصون وطنيون نحطوا ليد في ليد إن شاء الله وتعالى نطوي صفحة الماضي يفرج عن كل المعتقلين تتوقف الاعتقالات تتوقف المتابعات أعطيوا جوء من الطمأنينة الناس اليوم خايفة 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 على حياتها خايفة على مستقبلها خايفة على خدمتها خايفين نوفر جوء من الطمأنينة والثقة ما بين السلطة والشهب لما نوفر هذا الجو من الثقة والطمأنينة ونسمع البعضانة دون إقصاء أو تمييز رح نصل النتيجة إن شاء الله وتعالى وقل يعملوا فصير الله عملكم ورسول المؤمنون شوف كين مواضيع كثيرة مستعدين نحكي فيها في قادم الأيام نحب نستغل الفرصة معك هنا اليوم نشكر فئتين من الناس فئلوا لهم فئة المحامين والمحاميات ليقدموا الكثير قدموا وما زالوا يقدموا كلهم بارك الله فيكم جزاكم الله وعننا كل خير ربي يحفظكم فئة كل الشعب ليوقف مع المعتقلين سواء أثناء الحراك أثناء المسيرات أو أثناء الحجر الصحي أنهم لم ينسوا أي معتقل أو أي مسجون ودافعوا ورافعوا من أجل إطلاق كل المسجين خوتنا المحامين والمحاميات بارك الله فيكم حفظكم الله ورعاكم حماكم من كل سوء ربي يحميكم من العين والحسد والشيطان ربي وحد صفوفكم وربي يقدركم من أجل مواصلة نضالكم من أجل استقلال العدالة واستقلال القضاء هذه فئة الفئة الأخرى اللي بالنسبة لي وفي وجهة نظري قادة معركة كبيرة هي معركة الحياة من أجل انقادة الجزائريين والجزائريات هم فئة أصحاب كما يقولوا أصحاب المأزر البيضاء الأطباء والطبيبات الممرضين والممرضات أعوان الصحة أعوان الحماية المدنية أعوان الأمن شرطة دارك أعوان النظافة الشباب المنخرط في العمل الخيري اللي ضحاوا وعملوا لإيصال المأونات إلى العائلات في كل الولايات نحيي أيضا رجال الأعمال اللي ضحاوا وتبرعوا بمال من أجل إيجاد هذا الكم الكبير من المساعدات نحييهم جميعا نقول لهم أنتم قدتم معركة كبيرة هي معركة الحياة أنتم أبطال الحقيقيون وذهوا الحراك الحقيقي أيضا لأنه للأسف شديد بعض الناس حبت تحصر الحراك في مسيرات يوم الجمعة يوم الثلاثة الحراك أكبر الحراك هو معركة بناء هو معركة تنمية هو معركة علم الحراك هو تغيير في السلوك في الممارسات في الأخلاق الحراك هو قبول الآخر واحترام الآخر الحراك هو أن نضع أيدينا في يدي الجميع من أجل أن ننقذ الجزائر من المستنقع اللي كانت فيه ومن أجل نبني جزائر جديدة أصحاب المآذر البيضاء أنتم أبطال حراك حقيقيون أصحاب الجمعيات الخيرية اللي عاونوا المحتجين أنتم أبطال حراك حقيقيون الإعلاميون اللي مازالوا صبرين وثبتين في الميدان أنتم أبطال حراك حقيقيون عوان الحماية المدنية كل من استثني فيكم حتى واحد عمال النظافة تحيطهم بجهدكم ووقتكم وحياتكم أنتم أبطال حراك حقيقيون جزائر بحاجة إلى جميع أبنائها في كل مؤسسة الدولة في كل أجهزة الدولة وبحاجة إلى أبنائها في الأحزاب في النقابات في الجمعيات من أجل أن نبني الجزائر أنا نعتبر بالفرصة هذه تعل الحجر نقدر نقولها صراحة نجلس مع أنفسنا مع غيرنا من أجل أن نقيم أنفسنا تقييما موضوعيا ما وش عايبك نقوله أخطأنا أين أصبنا وأين أخطأنا مازال الحجر مستمر للحراك والمسيرات سترجع في الوقت المناسب المطالب السياسية اليوم تسبقها مطالب أخرى هي مطالب الحياة اليوم المواطن يحتاج أنه يعيش ما نقدرش أن نطالبه بمطالب سياسية وهو مهدد في حياته وهو مهدد في لقمته وهو مهدد في اقتصاده وهو مهدد في وظيفته نوفره الصحة ونوفره العمل ونوفره المؤونة ونوفره الضمان للحياة وبعد ذلك نوفر المطالب السياسي بارك الله فيكم خانة بير بير تيفي اليوم رأنا فرحانين كعائلة أولا ثانيا كحراك وكشعب جزائري فرحانين بخروج ما تم التعبير عنه كممثلي الحراك ولا كإطارات الحراك كاريم طابو سامير بالعربي أميرة بوراوي وكثير من من الإخوان اللي ما زالوا يقبعون في السجون إن شاء الله تتمنى وتكون هذه خطوة أولى وتتبعها خطوات أخرى إيجابية لتظهر السلطة حسنية إن شاء الله لتهديئة الأوضاع والرجوع إلى حياة طبيعية وفتح حوار الشامل مع المعارضة الحقيقية لريف الشارع مرحبا بيكم بورلاد زينفو شكرا للقاناة الوحيدة اللي ما زالت تبع في الحراك هي مبالاك هي وقاناة الأوراس الفرحة هاي فرحة وإن شاء الله الفرحة لتعوم الناس إن شاء الله يخرجوا المساجين اللي ما زالوا خالدرار اللي نقاز كل المساجين بدون استثناء إن شاء الله السلطة تستوع بالدرس وتعرف كيفاش تمشي مع الوضع نتمنى إن شاء الله يطلق صراح المساجين كل هذه أول كلمة نتمنى إن شاء الله مجال الإعلام يفتح الناس كل تريد يتعبر عن رأيها نتمنى إن شاء الله كلمة الحق خيري تعالى وشكرا ومبارك الله فيك